أول كتاب الضحايا باب ما جاء في إيجاب الأضاحي حدثنا مسدد حدثنا يزيد حا وحدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة قال أنبأنا مخنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة هذه التي يقول الناس الرجبية قال أبو داود العتيرة منسوخة هذا خبر منسوخ حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله باب الأضحية عن الميت حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي الحسنى عن الحكم عن حنش قال رأيت علي رضي الله عنه يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عمر بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظهاره شيئا حتى يضحي قال أبو داود اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمر في عمر بن مسلم فقال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمر قال أبو داود وهو عمر بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي باب ما يستحب من الضحايا حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرا يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به فضحى به فقال يا عائشة هل من المديه ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه فذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبع بدنات بيده قياما وضحى بالمدينة بكبشين أقرنين أملحين حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتها حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد باب ما يجوز في الضحايا من السن حدثنا أحمد بن أبي شعي بن الحراني قال أخبرنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جزعا قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جزع فقال ضحي به فضحيت به حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني قال أبو داود وهو مجاشع بن مسعود حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحواص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شات لحم فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شات لحم فقال إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم فهل تجزئ عني قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك حدثنا مسدد حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازي بن قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك باب ما يكره من الضحايا حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنقى قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص فقال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد قال أبو داود ليس لها مخ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا حا وحدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا عيسى المعنى عن ثور قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها فما تقول فقال أفلا جئتني بها قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني قال نعم إنك تشك ولا أشك إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله والبخاء التي تبخق عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء الكسيرة حدثنا عبيد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن نعمان وكان رجل الصدق عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا متابرة ولا خرقاء ولا شرقاء قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عطباء قال لا قلت فما المقابلة قال يقطع طرف الأذن فقلت فما المدابرة قال يقطع من مؤخر الأذن قلت فما الشرقاء قال تشق الأذن قلت فما الخرقاء قال تخرق أذنها للسمة حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتاده عن جري بن كليب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن قال أبو داود جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتاده حدثنا مسدد قال حدثنا يحيا قال حدثنا هشام عن قتاده قال قلت يعني لسعيد بن المسيب ما الأعظب قال النصف فما فوقه باب البقر والجزور عن كم تجزئ حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشام قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها حدثنا موسى بن اسماعيل قال أخبرنا حمد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة باب في الشات يضحى بها عن جماعة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمر عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى في المصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعما لم يضح من أمتي باب الإمام يذبح بالمصلى حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله باب حبس لحوم الأضحى حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذاك أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا واتدخروا حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زود حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالساعة فكلوا واتدخروا واقتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا قال غير مسلم يقول فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم باب في المسافر يضحي حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاه قال فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة باب في ذبائح أهل الكتاب حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنسخ واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حمد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب قال أبو داود غندر أوقفه على ابن عباس قال أبو داود اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر باب الزبيحة بالمروح حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالمروة وشقة العصى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرن أو اعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش وما فعل منها هذا ففعلوا به مثل هذا حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمد المعنى واحد حدثهم عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال إصدت أرنبين فذبحتهما بمرواه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بن حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت ولم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهر قدمها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصى قال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله باب في ذبيحة المتردية حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحلقة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك قال أبو داود لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحش باب في المبالغة في الذبح حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمر بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس زاد بن عيسى وأبي هريرة قالانها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان زاد بن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت قال أبو داود وهذا يقال له عمر برق نزل عكرمة على أبيه باليمن كان معمر إذا حدث عنه قال عمر بن عبد الله وإذا حدث عنه أهل اليمن كان لا يسميه باب ما جاء في ذكاة الجنين حدثنا القعنبي قال أخبرنا ابن المبارك حا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاه فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكات أمه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهويه قال حدثنا عتاب بن بشير قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكات الجنين ذكات أمه باب ما جاء في أكل اللحم لا يدري أذكر اسم الله عليه أم لا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا وحدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا سليمان بن حبان ومحاضر المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولم يذكرا عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديثوا عهد بجاهلية يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكلوا منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا باب في العتيرة حدثنا مسدد حا وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابه عن أبي المليح قال قال نبيشاه نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير قال خالد قلت لأبي قلابه كم السائمة قال مئة حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد قال الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاتا شاه قال أبو داوود قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكله ويلقي جلده على الشجر والعتيرة في العشر الأول من رجب باب في العقيقة حدثنا موسدد قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه قال أبو داوود سمعت أحمد قال مكافئتان مستويتان أو متقاربتان حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على مكناتها قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا حدثنا مسدد قال حدثنا حمد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان عن الغلام شاتان مثلا وعن الجارية شاه قال أبو داود هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفه واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق قال أبو داود هذا وهم من همام ويدمى قال أبو داود خلف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا يسمى فقال همام يدمى قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا حدثنا بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى قال أبو داود ويسمى أصح كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن قال ويسمى ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسمى ويسمى حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الطبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عمر بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الملك يعني بن عمر عن داود عن عمر بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق كأنه كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه وسئل عن الفرع حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاتا ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاتا ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران آخر كتاب الأضاحي باهة لابا شابا شابا